فيما يلي أبرز اهتمامات صحف أمريكا شمالية نبدأها من الولايات المتحدة كتبت يومية وولد ستريت جورنال أن خطب الرئيس بايدن مساء الخميس كان يروم تحقيق هدف سياسي واحد وهو وضع ترامب في قلب الحملة الانتخابية لاستحقاقات التجديد النصفي من جهتها ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي حذر الأمة من تهديدات الديمقراطية مهاجما الرئيس السابق دونالد ترامب والجمهوريين الموالين له وفي المكسيك نطلع على يومية أل سول ديميخيكو معطيات حول مساهمة المنتجين القرويين والفلاحين الصغار بأكثر من 50% من الأغذية المستهلكة في البلاد وأوردت اليومية في هذا الصدد تقريرا حكوميا كشف أن هؤلاء المنتجين يمثلون 85% من إجمالي المزارعين ومربي الماشية وصياد الأسماك في البلاد وفي شأن الاقتصادي أيضا كتبت يومية الإيكونوميست أن مبيعات السيارات في المكسيك سجلت نموا بنحو 10% في شهر غشت المنصرم بعد بيع 91 ألفا و121 سيارة في السوق المحلية وأوضحت اليومية استنادا إلى معطيات للمعهد المكسيكي للإحصاء والجغرافيا أن هذه البيانات كشفت ارتفاع مبيعات السيارات الخفيفة الجديدة بنسبة 16.5% خلال غشت الماضي مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021